السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة بناس يفكرون نبتة السجاد فقط يزرعونها للمنظر ولأن ألوانها حلوة بالحقيقة نبتة السجاد بإلها فوائد ما يعلم بيها إلا الله لو استخدمنا نبتة السجاد بهاية الطريقة مع المكونات اللي رح تشوفونها بالفيديو رح نحمي الجسم وانقوي مناعته ورح نقضي على كل الأمراض بالمعدة وبنفس الوقت نقل جسم من ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة حتى نحمي الجسم من ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ وبنفس الوقت نقل جسم من عسر الهضم ونقوي جهاز المناعة أول شيء نجيب الغيف خبز لأن الخبز يعطي غذاء متكامل للجسم وبنفس الوقت أوراق السجاد تقوي المناعة نستخدم الغيف خبز مع أوراق السجاد بهاي الكمية وبعدين نجيب قرنفليف الحار مشان يخلي الجسم يحتاج مزيد من الأكل يعني رح يصير بعدنة شهية كبيرة وبنفس الوقت نجيب بصلة نفرمها وبعدين نجيب تفاحة وبعدين نجيب حبة بامي واحدة أو حبتين بالكثير وبعدين نجيب رأس ثوم بلدي يكون بهذا الشكل الكبير وبعدين نفرمه والأفضل أنه نفرمه هو وقشوره لأن قشور الثوم تحتوي على عنصر الكاليسيوم بهاي الحالة رح تكون عندنا خلطة كثير فوائدها عظيمة وبعدين نضيف شوية ملح وبعدين نلف اللفه ونقدمها بهاي الحالة الجسم أول شي بده ينغسل تماما وبنفس الوقت ارتفاع الشهية رح يكون ألف بالمية لو استخدمنا هاي الوصفة كل شهر مرة صدقني دجاجاتك رح يكون بصحة جيدة ورح يبيضن كثير لأنه بدهن يتغزن منيح لأنه الجسم صير يأخذ غذاءه بشكل كافي من الطعام وبنفس الوقت يكون خالي من كل البكتيريا لأن هاي الوصفة متكاملة لأني جبنا كل العناصر الغذائية اللي يحتاجوا جسم الدجاجة بهاي الحالة الدجاجة بدت تتغذى وتقوى مناعتها إن شاء الله أنا أكبر خطأ وقعت بيو أني اشتريت الصيصان والدجاجات من عند حدا عنده حظانة ويربي صيصان وبيع والدجاجات اللي كان الموجودات عنده مو شامات هوا نظيف وبنفس الوقت مو أكلات أكل طبيعي مثل الخضروات ومثل إنه تعرضا لأشعة الشمس الطبيعية كان متعودات على اللقاحات وعلى الأكل المركب وبنفس الوقت كان حاطلهم أضوي عوض أشعة الشمس المباشرة لذلك أنا بعد ما جبتهم وتعرضا لأشعة الشمس وشمن هوا نظيف وصار بيعدهن جو طبيعي بلش أن يمرضا وصار معاهن ضيغ بالتنفس لذلك أنا اليوم جبت لكم هاي الخلطة بناء على تجربة أحد الأصدقاء والحمد لله شفت بيئلها نتيجة كبيرة وصارنا الدجاجات بصحة جيدة لذلك وصفت لكم هاي الوصفة وإن شاء الله إذا استخدمتوها رح تدعولي وهذا هو بيت الدجاج اللي بنيته رح أشوفكم يا من الداخل أنا عامل أمكنا مشان الدجاجات يبيضا بيعندي دجاجة هنا بده الطب كركة لذلك ابني صالح شنو عم يعمل عم يجمع البيضات هنا بهذا المكان مشان بعدين يحطهم تحت الدجاجة مشان الطب عليهم وتجيب له كتاكيد أنا حلمي يكون عندي 50 دجاجة 100 دجاجة خاروفين وكان بيعندي بحدود 300 دولار 400 دولار كنت مجمعهم كنت ناوي أشتري لي خاروف أشتري لي كم دجاجة وبنفس الوقت منهن كنت ناوي أشتري خسالة لزوجتي لأنه لها فترة طويلة تطلب مني خسالة لكن سبحان الله من النصيب بعد ما بنيت بيت الدجاج وبعد ما نويت أجيب الدجاجات وتجيب الخاروف صار عندي عطل بالكهربا قمنا ندور على كهربجي ما لقينا بعدين عن طريق شخص قال النبي فلان يفهم بالكهربا وإنسان فغير معثر قال لاني على بيته ورحت على بيته دقيت عليه الباب وموجود قلت له ما أعطوني رقم وقال ما عنده رقم هاتف تعال المسا يكون موجود رجعت رحت المسا حشيت معاه قال لي حاليا تأخر الوقت بكرة الصبح إن شاء الله أكون عندك وعطيته العنوان قام جي معاي وشاف لي الكهربا قلت له خير شبيك متكركب قال لي وكل الله يا بصالح الواحد ما بعرف شو بده يحكي بيشخص له علي 200 دولار وكل يوم يجي يبهدني يسبني جدام مرتي جدام ولادي وكذا دحكت على الشخص يعني وجهه بعكر وكذا اذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج كربة عن أخيه المؤمن فرج الله عنه كربة يوم القيامة قلت له يا أخوي صراحة أنا شايل بحدود 300 دولار كنت ناوي أشتري غسالة لزوجتي واجيب لي كم دجاجة يعني أنا ممكن أنطيك ياهند فوق ضيقتك بيهن فترة 20 يوم شهر بالكثير إذا أنت مضطر عليهم كثر خيرك الله يوفقك جزاك الله كل خير بقى أنسى لك هالمعروف وجهه قام يتهلل فرح وأنا انبسطت على فرحه المهم من طيطه المصاري وزلمه راح بعد ما زبط لي الكهرباء بعد شهر أروح له على البيت مو بالبيل المهم بعد فترة أروح له يقول لي أبو صالح بسمهني اليوم وبكرة يوم وبكرة وأني ورايح جاي يعني إحني قربنا ندخل بالشتوية وبيدي أجيب الدجاجات وبيدي أجيب الخروف وأني فرحان خاصة مو قدران وأنتظر بدي أجيب الأشياء اللي أنا كنت أحلم بيهن بعدين راح أدقيت الباب ما بيحده دقيت 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 كام جار قال مين بدك قدر له بدي أبو فلان قال لي أبو خالد راح أمنين بارح وشال غراض وراح لوين راح قال والله ما بعرف بس راحل يعني أنا لقيت له أنا صاحب قناة ولا قدت له أني عندي محتوى ولا قدت له أني أنشر صراحة أنا أول مرة أشوفه وهو أول مرة يشوفني إذا شاف هذا الفيديو حابب أقول له إنه هذنبي ذمتك إلى يوم القيامة أتمنى ترديلي الفلوس لأن أخوك بصالح فعلا محتاج يعلن عنه بأسعار رمزية هذا رقم يقدر يتواصل معي من خلال واتساب